مشروع تقاطع سبعة وسبعين قدس العبور في منطقة الفضيلية يحقق نسبة إنجاز متقدمة في مجسراته الثلاثة الأول من منطقة المشتل باتجاه الفضيلية بطول ثلاثمائة وخمسين متراً والثاني من الفضيلية إلى المشتل بطول ستمائة متر أما الثالث فمن المشتل باتجاه منطقة البلديات وهو الأصغر أعمال الحفر وصب الركائز متواصلة لمائة وتسع ركائز من أصل مائة وخمسة عشرة ركيزة العمل في حفر الركائز وتسليحها وصبها حيث المنتج منها حالياً لحد اليوم مية وتسعة من أصل مية وخمستاش كذلك العمل جاري في تسليح وصب القبعات حيث وصل العدد المنتج عشرة من أصل تلتاش كذلك أعمال رفع الدعامات الأعمدة الخاصة بالجسور حيث وصل العدد المنتج ستة من أصل تلتاش كذلك العمل جاري في تسليح وصب الجسور العرضانية الكروسهيد أعمال التوسعة في الطرق الرئيسة والملحقة بقناة الجيش تتواصل باتجاهين حتى مجسر الرستومية وزارة الإعمار والإسكان تتابع ميدانياً جميع مشاريع فك الاختناقات الأربعة عشر المشروع عبارة عن توسعة الطرق جهة اليسار إلى منطقة التوسع إلى حوض القناة واليمين وتوسع إلى جهة النعيرية طول للطريق توسعات على الجانبين الجهة المقابلة من جهة الأمين هم رح يصبح توسعات على الجانبين وعدنا جسرين صغار يعبراً على قناة الجيش وعدنا الجسر الرئيسي وهو اللي يربط ما بين سريع محمد القاسم مع قناة الجيش بطول 550 متر وتتواصل الأعمال في مشاريع فك الاختناقات في جانبي الكرخ والرصافة جميع هذه المشاريع تنجز بثلاثة أوقات عمل ووفق المواصفات الهندسية والمختبرية من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية